نشرة المسائية من القناة التامية سنتوجه إلى العاصمة حيث تتواصل أشغال الجمع العام العاشر للاتحاد الإفريقي للمكفوفين محطة فكرية وعلمية لتصلة الضوء على سبل تحسين ظروف من يعانون من مشاكل البصر بالدول الإفريقية وخلق فرص اندماج لهم في العديد من المجالات مع ضرورة تعزيز الوعي لضمان مشاركة فعلية لهم داخل مجتمعاتهم ومن النماذج الناجحة التي تحدث الإعاقة العامة نتعرف على نبيل معروفي كفيف اخترع آلة لتعليم إبرايل للأطفال وإبراهيم الشردي مهندس في المجال النووي في روبرتاج يوسف لطفي والتحرير لناديا أوحطة نبيل معروفي مهندس في مجال المعلومات اخترع تقنية تيك تيك برايل عبارة عن لوحة للأطفال تتيح لهم تعلم قراءة البرايل بطريقة ترفيهية تعلمت البرايل تكبرت وكانت صور على قراءة البرايل بطيئة وحاولت نفكر في شي حل اللي يقدروا به أطفال صغار يتعلموا البرايل واحد طريقة ترفيهية وتكون ميسرة وهذا تيك تيك برايل هو عبارة على ثلاثة حروف البرايل وميغناطيس كي يتقف كل خانة باش الطفل يقدر يكون الحروف اللي يبغى ويتعلم البرايل فوق تواجز اختراع مغربي آخر يدخل ضمن خانة الحلول التقنية لمساعدة المكفوفين على تعلم القراءة والكتابة هذه المرة الاختراع يعود للمهندس في المجال النووي إبراهيم الشرادي هذه الميثودة هي باسعة على مباشرة وعندما يكتبونها هي باسعة على مباشرة على مباشرة التكنولوجيا الحديثة فتحت آفاقا للمكفوفين وضعاف البصر بث باستطاعة من الاندماج في شتى مناح الحياة وتخطي الصعوبات اليومية عن طريق التكنولوجيا الحديثة عن طريق الكمبيوتر أو الهاتف الذكي ولا الشخص الكفيف كالشخص المبصير فأي حاجة ممكن أن يديرها الشخص المبصير بالتكنولوجيا الحديثة ممكن تحنى نديرها وبالعكس أن الكفيف ضعاف البصر تشتغل بتطبيقات تشتغل تتمكنهم القيام بمجموعة من الأشياء وتدكاء الاصطناعي اللي ولا جديد فتح لنا أفاق تيراء تعددت الاختراعات والتقنية الموجهة للمكفوفين وضعاف البصر سواء في مجال التعليم أو غيره بعضها يشاركها المخترعون في المعرض الذي يحتضنه الجمع العام العاشر للمكفوفين ترجمة نانسي قنقر